وضع ميداني ساخن في محيط مدينة الحديدة اليمنية دفع الأمم المتحدة إلى مطالبة أطراف النزاع بضرورة الوفاء بالتزاماتها وحماية المدنيين وبالأخص النازحين والذين بلغوا أكثر من ستة آلاف نازح حسب بعثة المراقبة الأممية البعثة دعت أيضا إلى إجراء محادثات جديدة بشأن الحديدة ومنائها بسبب ما وصفته بتغير كبير في خطوط القتال يتطلب إجراء مناقشات بين طرفي اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار الموقع عام 2018 برعاية الأمم المتحدة تحالف دعم الشرعية باليمن بدوره أوضح أن ما جرى قرب الحديدة هو إعادة انتشار وطموضع للقوات بهدف دعم قوات الحكومة الشرعية على الجبهات كافة القرار بحسب التحالف أيضا جاء لضمان سلامة القوات عند تحركها بمنطقة العمليات في وقت لا تزال ميليشيا الحوثي تسيطر على الموانئ الرئيسية على البحر الأحمر وفي ظل عدم تمكين الأمم المتحدة من الإشراف على تنفيذ التفاق ستكولم والذي يؤكد التحالف انتهاك الحوثيين له أكثر من 30 ألف مرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة